الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الكتاب اليوم أو الوقف اليوم كتب وشخصيات مع فكر المدعو القرائي والحزب الجمهوري محمود محمد طاها ومن معه ومن شايعه وأنا أجعل مدخلي لهذا الموضوع الكلام اللي انتشر في الوسائط الإعلامية للعلمان المعروف بتاع حزب المؤتمر السودان المدعو خالي السلك والحمد لله اخواننا رد عليه ولكن فيه نقاط مهمة لابد نقف معايا اخوان وأنا بجعل مدخل في الكلام عن هذا الرجل القرائي و عن هذا الفكر وارتباطه بالموضوع حقا طيب ازول دا جابوا له مقطع لعله بيتكلم فيه الإذاعة وهو بدافع عن الحركة الشعبية ونغلب ظني وان شاء الله يكون ظن صحيح انه هذا الرجل يعني جابه في الإذاعة عشان يدافع ويروج للحركة الشعبية وللأسف الشديد الأحزاب بقت مطبلاتية الواحد شغلته بقى يعني يمدح في الأحزاب ويطبل لها عشان هي تجي طيب قال مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان وما مفروض يكون مطلب عبد العيزة الحلو وما مفروض يكون مطلبه براها يعني الحركة الشعبية قال مفروض يكون مطلب الشعب السوداني كله لأن الشعب السوداني تضرر من الدولة الدينية بلا استثناء الدولة الدينية قسمت السودان ومزقت السودان الدولة الدينية ارتكبت الفضائع خلال الثلاثين سنة الفاتت قالوا حتى قبل الثلاثين سنة في معركة الدستور الإسلامي سنة خمسة وستين وحل بموجبها الحزب الشيوعي دخلت البلد في زقاق وجحر ما مرقت منه لحد هاسي قال السودان دولة متعددة ومتنوعة لا يمكن أن تحكم بدين واحد ولا يمكن أن تحكم بثقافة واحدة لا يمكن أن تحكم بفئة واحدة لابد أن الدولة تعبر عن الجميع حسب كلامه ويجب أن تمتنع عن الانحياز لأي دين معين أو ثقافة معينة أو جهة معينة وده ما بيتم إلا يكون في دستور علماني طيب المسألة الأولى أنه خالي السلك وهو يبر للحركة الشعبية تناسى جموع الشعب السوداني المسلمين الذين لا يرضون إلا بالدين والإسلام ومعلوم لدى الناس أنه حتى الناس المرقوا معاك في ثورة تقديد حتى الناس المرقوا معاك ما متفقين معاك في أنه مرقوا معاك من أجل العلمانية ومرقوا معاك من أجل محاربة الدين وإن كان نحن عندنا رائف الخروج على الحاكم لكن ما مرقوا معاك عشان تسقط الدولة الدينية ولا كان دي شعاراته في أثناء الثورة وغير 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 لكن أخوانا عشان تعرفوا حقيقة هذه الأحزاب الكاذبة المضللة وهذا الرجل الذي أبرز منهجه الذي يعتقده الذي كان يخفيه عن الناس دل كان مغتيه وكان غاشبه غاشي منه كثير من الناس والناس زاته في جنوه وإنتو في جنوه الناس الآن في الموضوع حق كارونا وما كارونا وكيف إنه لو حصل حظر عام للناس إنه كيف وصلوا لهم الدقيق والأكل إلى آخر وإنت شغالي تطعم في الدين وتتكلم في دين الناس ودار تتروج للحركة الشعبية ودار تجيب العلمانية والناس بيتكلموا في مسألة بتاعت حياة أو موت الناس المسلمين اللي أنت دار تركفهم العلمانية بالرجال وقفوا حتى الصلوات كثير منهم وقفوا حتى كثير الصلوات في المساجد ما بتخاف الله ولا تتقي الله سبحانه وتعالى نمرة اثنين أنا ما حناقش معاك المقياس حقك اللي أنت قلت تباهه إنه مفروض السودان يعني يبقى كله علماني وما دارين دولة دينية لأنه مقياسك ده مقياس بتاع زول يعني أقل أحواله إنه ما عنده عقل أو عقله مغيب أو شارب له مصيبة لأنه جموع الشعب السوداني دي ناس مسلمين بيصلوا في المساجد وين اختلفوا مع الجبهجية فالسودان ما تضرر من الدولة الدينية أنا أتحداك الآن تجيب ليه دستور دستور يستند إلى الدين الإسلامي في كل تفاصيله أتحداك بل نحن بنقول إنه الدساتير الحكم بها السودان كلها دساتير علمانية تعال عرف ليه العلمانية العلمانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة الاهتمام بشؤون الدنيا وتبني الحقوق والواجبات على أساس المواطنة يعني كونك أنت مواطن سوداني بعد ذا لو بيقيت تعبد الله أو بتعبد الجقر أو بيقيت نصراني أو يهودي أو غيرك من الأديان أو غير من الأديان فإنت عندهم في مستوى واحد دي العلمانية الآن بالتعرف ده جيب ليه الآن دولة بتاعة إسلام طبقت في السودان آخر دستور بيزعم له أنه إسلامي حق الكيزان والترابي المادة الرابعة دستور 98 المواطنة من أين يستمد الدستور شرعيته المواطنة في المادة الرابعة أساس الحقوق والواجبات فده كله يا أخواننا كذب وضلال وتضليل للناس وده زاته ما وقته أنت ما بتفهم سياسة ولا شنو جاي فات الحنكك وتتكلم في الإزاعات عرفتها؟ وبدل تتكلم الناس في الشيء المطلبي المحتاج اللي والآن والعالم كله يئن والناس كلها دائرة مساعدات ودول عظمة علمانية زي كده عرفتها؟ بيقى تسرك في المعينات الطبية أنت بدل تجي تشوف للسودان المخرج تجي تجيب ليهم العلمانية ما كفاية دولك العلمانية اللي بتسرك في البواخر الطبية وبتسرك في الكمامات دا هنا موزجك هل أنت دار تجيبه لنا؟ الآن دول الاتحاد الأوروبي مشاكلة وبقولوا أن مستقبل الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب شنو؟ بسبب أن الدول العلمانية زاتة زاتة الدول العلمانية زاتة الآن بيقى تشيل من بعض وتسرك من بعض يح ما بتخاف الله يا أخي ما بتخاف ربك عرفتها؟ فده كل أخواننا كلام كذب وكلام باطل عرفتها؟ والدولة الدينية طيب أنت قلت الآن الدولة الدينية هل أنت بتتفق أن الكيزان جو بيدين صحيح؟ ده سؤال ما تكون إنسان كذاب وغشاش عرفتها؟ دار تاكل أنت أظن راجلين ورقعة من ناس الحركة الشعبية وده أخواننا الحزاب يمشي يكسر لديل تلج عشان يدوه قروش أو يدوه منصب ويمشي يكسر لديل تلج عشان يدوه قروش أو منصب يوم بيجاي ويوم بيجاي ويوم بيغادي وصاحبه داك بعد جاط البلد والبلد عدموها الملينة بعد ذاك قال أنا ماشي أقرأ ماشي تقرأ وين تعال شوف الحاصل شنو دير الرجال الرجال ساي رجالة ساي عندكم انتو عرفتها؟ طيب بعد ذاك قال إنه الدولة الدينية ارتكبت فضائع كذاب يا أخ كذاب الشغل بتاع الكزان دا ما عنده علاقة بالدين الصحيح دي عبارة عن يعني مناهج مخالفة للإسلام من راسه ليقعره لكن انت ما فهم ولا قريد دين صحيح ولا لاقاك الدين عشان انت تحكم عليه عرفتها؟ بعد ذاك قال شوف عشان تعرف المنهج الخبيث حقه شنو قال الدولة الدينية قال ارتكبت الفضائع خلال التلاتين سنة الفاتت وحتى من قبل التلاتين سنة يعني حق الكزان يعني سنة خمسة وستين أو كم كده قال حل بموجبها الحزب الشيوعي شوف الدفاع بتاعه فياته نقطة الحزب الشيوعي حلو بسبب شنو؟ ليه حلو؟ الحزب الشيوعي حلو الحزب الشيوعي لأن الكادر حقهم شوق تعريفة قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا؟ إن الزنا عادة اتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم لشان كده حلو الحزب الشيوعي انت الليلة تجي تدافع عن الحزب الشيوعي في طعنه في نبي الإسلام ما بتخاف الله يا أخي؟ تدافع عن حزب الشيوعي وسبحان الله قبل شهور هو كان بناكف في الناطق الرسمي للحزب الشيوعي في قنمنا القنوات ويقول له أصلا الشيوعية هي مبنية على الدكتاتورية وهي لا تعترف بالديمقراطيات الليلة بيقى تسمح الشيوعية؟ يا كذبة يا فشلة طيب بعد ذا قال إنه قال إنه دخلتونا في زقاق وجحر هل دخلنا في زقاق وجحر منه؟ غيرك إنتك؟ عرفتها؟ وقال إنه نحن دائرين إنه قال نحكم بدولة لأنه السودان بلد متعدد طيب عندك في العلمانية لما تكون بلد من البلدان متعددة الحل بتاعها بكون شنو؟ الحل بتاعها عندك إنه بكون بيحكم الأغلبية طيب الأغلبية في السودان شنو؟ الأغلبية مسلمين فما تجي تدجل وتكذب على الناس عرفتها؟ ده بيحكم العلمانية حقتك وإن كان هي باطلة وفاشلة وفارغة عرفتها؟ قال ما ممكن تحكم البلد بثقافة واحدة لابد إنه الدولة تعبر عن الجميع ويجب أن تمتنع عن الانحياز لأي دين أو ثقافة معينة أيوة طيب الليلة إنت نبست الدولة الدينية في زعمك إنت وقلت إنه السودان لا يمكن أن يحكم بدولة تعبر عن فئة معينة أو عن دين معينة الليلة القراء يا سيلك الماسك ليك المناهي ما يعبر عن فئة معينة وهي فئة الجمهورين وما يعبر عن دين معين عن محمود محمد طاها والقراء والزول ده ما جاء بناس الحرية والتغيير أنا أتحداك إنت قلت ما دارين دولة دينية القراء شنوه؟ القراء شنوه؟ الدائر يجيب للناس ثقافة محمود محمد طاها الزولة البشر بالدين وهدي لا كتبه نحن نوريك الفهم بتاعه وديل النقطة التانية والجعلنا النقطة الأولى ما تخليها إن يا أخواننا القراء القال أن إحنا أحرص من الدين أحرص على الدين من الكيزان كذب صحي كالمحر لكن هو كذب دي الحقيقة المرة إنت حريص على دين محمود محمد طاها ما على دين الإسلام ولا الكيزان حريصين على دين النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حريصين على دين حسن البنة وهكذا هذه لحزة أي واحد حريص على الفكر والمنهج الباطل حقه وهذه لا كتبك الدار تدخل أنت في المناهج بدل ما أنت شوف لينا حل حل وترجع التوب لربنا سبحانه وتعالى وبتسخر من الدين يا القراء ليلا ونهارا وتقول القرآن المدني هو السبب بتاع النكسات وفيه داعش وفيه التوحش وفيه عدم الإنسانية وإلى آخر الليلة أسيادك الكفار يا القراء الليلة أسيادك بيأخذوا بالقرآن اللي بتقول إنه نزل في عهد الوصايا العهد السابع وكلام كتير الآن أسيادك أخذوا به وإنحنا جايك نشوف الدين بتاع القراء يدال يجيبوا لنا القال هو أحرص على دين الكيزان منه ما في زول فيكم حريص على الدين الإسلام كلكم حريصين على المناهج حقتكم الباطلة والعاطلة الدارين تنشروها لشعبنا المسكين المعارف حقيقة مناهجكم ونحن والله ما نخليكم والله قراء خالد سلك عرفتها مين مين كلكم نحن إن شاء الله ما نخليكم عرفتها وأنا بشركم نحن والله المنهج الصحيح والإسلام الصحيح ما عرفناه من مناهج الكيزان الكيزان ما عرفنا منه مناهج صحيحة ما عرفنا إنه تعبد الله وحده لا شريك له وما تنادي الأولية والأموات من دون الله ما عرفنا من الكيزان ما عرفنا إنه ما تعتقد إنه غير الله بيعلم الغيب أو بنزل الأمطار أو بالدجنة أو بيصرف في الكون ما عرفنا من مناهج الكيزان ما عرفنا إنه ما تمشي للشيخ اكتب ليك حجاب أو بخرة أو محاية أو تسف التراب بتاع الشيخ أو طينة والدطريفي من السعر أو الكباشي قال أبوي بيقول للشيء كن فيكون الكلام ده باطل وكفر وشرك ده ما عرفناه من مناهج الكيزان ولا قررنا له في كتاب قررنا مريم الشجاعة وطه الغرش مريض وما عرف ليك منه إلى آخر كلام فارغ زاي وصحتنا ومسكننا ووكل كويس وألبس كويس وأشرب كويس وأقف عديل ده اللي قررنا له الكيزان لكن ما قررنا دين صحيح نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فاقد الشيء الدين الصحيح لا يعطيه دين الجبهجية وكذلك محمود محمد طهي القرائي يل أنت بتزعم كذبا وزورا إنك أحرص على الدين بل أنت أحرص على إبعاد الدين لأنه أعظم ما في الدين هو القرآن 23 صورة عمل لك كتمة نفسها القرائي كل شهرين ثلاثة تجي راجع 23 صورة كثيرة والأولاد ردوا عليك بفيديوهات قاعدة في السوشال ميديا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الله أولادنا الواحد ما بعرف يتكلم كويس أولادنا صغار ثلاثة سنة وخمسة سنة الواحد ما يتكلم كويس تلقاه حفظ الآزان وحفظ تكبيرات العيد وحفظ قل هو الله وحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مش قبل ما يخش الروضة والمدرسة قبل ما يتكلم كويس ذاته يا قرائي فإنت موضوعك ما موضوع بتاع المنهج بتاع الكيزان وإنه يا كترت اليوم المادة المعينة لا إنت موضوعك بتحارب في الإسلام الذي نزل به النبي عليه الصلاة والسلام لأن شيخك محمود محمد طاها قال الكلام ده وإنت يا ناس خالي السلك لو إنت صحي بتعتقد تماما إنه أي شي عنده علاقة بالدين هو الأساء للسودان لو اتفقنا معك جدلا طيب إنت فاتح للقرائي ليه يا خنت لو موضوعكم ما الدين الإسلامي الليلة في التلفزيون القومي بتجيب لنا برامج إذاعية للنصارى الصليب معلق فوق ونحن مسلمين وأبنانا مسلمين والسودان الآن الموجودة الآن بحدود الحالية دي أغلبت تزعة وتزعين في المية كما قلنا مسلمين تجيب لنا البرامج بتاعت النصارى في التلفزيون ونحن نتحداكم ونطلب منكم برامج نقدم للناس من باب الحريات حقاتكم ما بتفتحوا لينا إذا عاد ما اسكننا ناس عجيبين ذاته وأغنا ومواضيع فيها استفزاز للشعب المسلم وطعني في دينه وفي عقيدته وبعد ذا يقول لك لا لا يتاسكت لا أنت متشدد وهم يتكلموا لو أنت صحي ما بتحابدين تفتح ليديلك وتخلينا نحن ليه ما تجيبنا معهم سوا ناس بيقولوا الله ثلاثة الناس الواطدي دارة تنشق من كلهم السيء والباطل وانتوا بتفتحوا ليهم يا مجرمين رفتها ونحن بنتحداك نتحداك في مناظرات خالد سيلك خالد حبل خالد ليفة نحن بنتحداك والله ننجمك وننتفك وانت ما راجل بتاع مناظرات ولا القرائل راجل بتاع مناظرات ولا الحرية والتغيير فيها الراجل للمناظرات تحداكم كلكم كلكم هذه لا الكتب قاعدة نمسك نرجع لي كلام الزلدى كلامنا حار نتحداكم الآن تعمل لنا في تلفزيون السودان في قناة النيل الأزرق في قناة مدرمان في أي إذاعة الآن نتحداكم تنزلوا معنا شغل راس لراس كتاب لي كتاب شغل بتاع رجال لكن تقعد تزدسدس وتفتح لناس معينين وإن تبتزعم إنك زول بتاع حريات يا كذاب يا فاشل طيب هنا دا كتاب اسم القرآن لشيخك الهالك محمود محمد طه والله بفضل الله ما يلقى موطي قدم في السودان بعقيدة الباطلة الفاشلة دي طيب صفحة تزعة وتلاتين كلامنا بالكتب أفتح بلاغ في لهاي ذاته كلام بالكتب نقوله ليه في صلاعتك جوه طيب صفحة تزعة وتلاتين لأنك زول بتستفز في عقيدتنا دايرنا نسكت لك ساكت ونجيك بالراحة والله إحنا شغلنا دا شغل حار حار يا أخي قبل فترة أخواننا دا قلهم المزيع قلهم دارين نعم المناظرة مع الماني ما سمهم قلهم بعد ما هم يوافقوا أخواننا قالوا ليه جاهزين بس إنت ورون الموعد ويحشر الناس ضحى نحن راجين ليق الخميس وليلة الخميس والجمعة وليلة الجمعة والسبت وليلة السبت والأحد وليلة الأحد المزيع الدقاء قال يا أخواننا النازل زاغ ما لوم النازل والله قالوا النازل الجماعة دا ما بناظرون ما بتناظر طيب بتطعم في الدين ليه ودايرنا نخليك ما بنخليك أعرف أيقن إن شاء الله ما بنخليك طيب هنا قال دا الدين بتاع محمود محمد طاه والقرائي دا الدين حقه نتحداك الثمن قال مئتين وخمسين جريش وده ما يساوي المداد الذي كتب به قال ومقام الذات المحمدية هو مقام الإنسان الكامل ويجب أن يكون معروفا فإن أسماء الله الحسنى هي في حق الإنسان الكامل في المكان الأول يعني الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماو الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قالوا دي حقة الإنسان الكامل يعني الإنسان الكامل عن محمود محمد طه والقرائي إنك تعبد الله لغاية ما تحصل مرحلة الإنسان الكامل خلق القرائي قاعد يعبد الله تمام شاني حصل المرحلة دي المهم كده خلينا فده كفر بالله ربنا قال ولله لو بتفهم يا محمود محمد طه لله اسم بدأ بحرف الجر خبر مقدم والخبر في الجملة محل وره تاخير وتقديم ما حقه تاخير يفيد الحصر والاختصاص يعني أسماء الله دي حقه طل براه ما لي قرائي ولا لي محمود محمد طه ولا لي أي علماني مجرم أو ضال طيب قال قال ذلك بأن الذات المطلق فوق الاسم وفوق الصفة وأعظم أسماء المطلق الإنسان الكامل وأعظم صفات المطلق الإنسان الكامل اسم الله الأعظم هو الإنسان الكامل يعني لو دائر ربنا يستجب ليك اسم الله الأعظم تقولي الإنسان الكامل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا قال وقد سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ربنا سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ربنا الكتل محمود محمد طه ربنا سبحانه وتعالى مش الإنسان الكامل بعد ذلك بيعتقد برضو الزول دا اعتقادات كثيرة باطلة إنه قال ربنا خلقنا من نفسه صفحة 159 تجري وين؟ كتب قاعدة اشتريناه من معرض الكتاب هذا ليه؟ كلام قاعدة عشان كده ما بتناظر لا القرائب يقدر يناظر ولا سلك ولا غيره من العلمانين والمجرمين ما بيقدر يناظر طيب هنا قال في الآية من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه دا شيخ محمود محمد طه قال أما نفسك المشار إليها في الآية على وفي الحديث قال فإنك طبعا جاب له حديث موضوع ذاته المهم قال فإنك لا تتجاوزها وتسير بعدها إلى الله وإنما أنت تعرف الله في معنى ما تعرفها هي لأنها هي يعني نفسك هي نفس الله المخلوق بيبقى خالق المخلوق ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكور فديل بيعتقدوا أنه الله والبشر واحد بالخلاصة كده بالعربية الدارجية واضح كده بس بالواضح ديل بيعتقدوا أنه الإنسان وأله واحد دا كتاب تاني اسمه أدب السالك في طريق محمد تأليف محمود محمد طه الإخوان الجمهوريون أو الإخوان الجمهوريون الطبع الأولى 12 يوليو 82 رمضان الـ 402 طيب صفحة خمسة قال المخلوقات هي الله نفس العقيدة بتاعت ابن عرب الصوفي وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته لأنه أي مخلوق قاله قال فالله تعالى إنما يعرف بخلقه وخلقه ليس غيره يعني الخلق هم الله ذاته وإنما هو في تنزل وهم فعله وفعله ليس غيره وقمة الخلق وأكمل في الدلال على الله هو الإنسان الكامل نفس الكلام القبير وده كل أخواننا كفر ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بعد ذاك الصفحة رقم رقم أربعة وخمسين والصفحة رقم يعني الصفحة رقم سبعة وعشرين دي كتب الجمهورين دي كتبهم ده كتاب مؤلفين الجمهورين صفحة سبعة وعشرين قال والبيت المعمور هو قلب الإنسان الكامل في الآية والطور وكتاب مصطور إلى آخر إلى قوله تعالى والبيت المعمور ربنا أقسم بالبيت المعمور قال هو قلب الإنسان الكامل ودكضي بلوك وما عنده لا دليل ولا حج ولا أي حاجة نجر أخدر بس ده الدار يعلمه لأولادنا إن أولادنا في المدرسة والروضة يقولوا الله وأنا واحد يقولوا كده طيب قال هو قلب الإنسان الكامل وهو جسده فالإنسان الكامل كله قلب فهو قد تخلق باسم الحي فشعة الحياة في جميع جسدي فأصبح جسده حيا حياة قلبه وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب وهو معمور بذكر الله لأن الإنسان الكامل هو الله دي العقيدة بتاعة شيخ القرائي محمود محمد طه دي الدارين شروع لينا رأيك شنو ياسلك دي دولتكم دي ما دينية طيب كتاب اسمه الإسلام وإنسانية القرن العشرين محمود محمد طه الصفحة رقم 24 أصله لابد الشعب السوداني يعرف كتبكم دي تمام ويعرف العقائد المنطويج والكتب دي والضلالات الدارين تدخلوا علينا في المناهي وأي زول يرد عليكم تقولوا إتو كيزان ونحن حريصين على الدين أكثر من الكيزان دا دينك يهو دا دينك دا دين الإسلام إن البشر بيبقى الله طيب قال الدعوة الآن نحن الآن قد قدم ابننا كانت محاضرة المحاضرة باسم الدعوة الإسلامية الجديدة المعنى ده بتكلم بالداريجي نحن بننطلق منه لتبيين الجدة يعني دعوة جديدة مع ناشنه الجدة في الدعوة هي قال الانتقال من آيات الفروع الآيات الكانت بتناسب القرن السابع يعني أهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل العهود والقرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني خير الناس ده يجي يقول أسوأ القرون القرن السابع الكانفي والرسول عليه الصلاة والسلام أسوأ القرون والقاعدين فوقوا نحن الآن والزمن الفيه القحاتة وبيأمر النسوان يعني يمشى عريانات زي ما فعل البوشي ودارين ينشر اللواط رفته زي ما فتحوا الأبواب لعلي بلده قالوا ده أفضل القرون طيب قال قال القرن السابع عهد الوصاية وعهد القصور يعني ناقص وقاصر ما بفهم ذاته إلى آيات الأصول التي كانت أكبر من مجتمع القرن السابع لأن اليوم البشرية تتوق تتوق بشرية القرن العشرين زي ما قلنا أصبحت تتوق لأن تنظم على إقها كلها على أساس الوحدة لأن الكوكب بفضل الله ثم بفضل المواصلات الحديثة السريعة قد أصبح وحدة جغرافية جغرافية المكان أو كاد طيب الإنت بتقول عليه عهد الوصاية وإنه عهد القصور وبيتقول إنه الآن العهد الآن والعالم الآن بيقى وحدة جغرافية واحدة ويتقدم وعشرين وصلوا القمر وجابوا التطور والطيارات والطيران الحربي والأجهزة الحديثة والإنترنت ليه ما قدروا على كورونا ما قدروا على ليه ليه رجعوا في علاج كورونا لما أوصى به العهد السابع عهد الوصاية عندك وعهد القصور عندك وعهد عدم الفهم عندك ليه رجعوا ليه رجعوا ليه ده الدين الدارين يجيبوا لنا الجمهورين يطعنوا في دين الإسلام هو نحن ما بنخليك القرائي والله تكورك عرفتها وتتهم بأي تهمة نحن وراك والزمن طويل ده الكتاب رغم اثنين وكتب كتير دي رسالة الصلاة وهي تؤصل إلى ترك الصلاة دي خلاصة الرسالة دي عرفتها وانا دارة أذكر لك منها حاجة بسيطة بس الصفحة رغم تيزعة وستين دي قالوا وصلوا لإسلام ودين حتى بعد الرسل والأنبيا ما وصلوا يعني الرسل الما وصلوا والأنبيا الما وصلوا للإسلام بتاع الجمهورين بتاع القرائي وشيخه محمود محمد طه دي لعندهم كفر بيكفروا أنبيا عديل تدارين تنشروا جنو يأتي إسلام اللي التحريص عليه طيب يا ذول شي قلنا ده حار حينما وريناك تلبو الدكتها بش الدين شنو والله يتنبز لما انحلقك انشرط نحن ما بنرجع ورا وأي راجل وادمر يتكلم في الدين دي ننزل لك سنونك دي لتحت بإذن الله طيب صفحة تزع وستين كتاب رسالة الصلاة محمود محمد طه الطبعة السادسة ديسمبر تلاتة وسبعين ليكموا تاريخي نتحت ما واضح ذو القعدة الف وتلتمية تلاتة وتزعين قال وثالثها أن المجتمع المسلم حقا لم يدخل في الوجود بعد يعني ليه الليلة بقيته مع مسلمين وده تكفير طبعا محمود محمد طه تكفيري قال إلى الآن الإسلام ما جاء قال وأن المجتمع المسلم حقا لم يدخل في الوجود بعد وسيجيء في مستقبل الأيام القريبة إن شاء الله حيث تقوم المدنية الجديدة التي تحدثنا عنها وفيها يبلغ سائر الأفراد الإسلام في عهد المدنية وفي عهد التحر من الأخلاق ومن الدين ومن القيم ومن الرجوع إلى الله قال هنا بيبلغ الناس الإسلام يعني الإسلام عنده هو العري والتهتك والكفر والشرك ده محمود محمد طه ده شيخ القرأي عرفته؟ وتمخضه شنو كده ما عارفه ولد له حاجة المهم قال وهي مرتبة لم تتحقق في المجتمعات الماضيات إلا للأنبياء قال وحتى هؤلاء قصر عنها بعضنا بعضهم قال كما يحدثنا القرآن وكذب قال حتى الأنبياء بعض الأنبياء مرتبة الإسلام الحقيقي ما وصلوها ده الدين يا أخواننا الدارين يجيبوا لنا ده القرأي الماسك مناهجنا شمتها يتقول لي لا والله الزول ده الكيزان هما بيحاول يشوهوا الكيزان مشوهين ومجرمين وأدوا فرصة للعلمانين وهم بمثلوا الدين وهم ناس من إجرامهم وضلالهم إنه أدوا فرصة للعلمانين يتكلموا في الدين لكن ده ما عنده علاقة بالدين وده ما عنده أي مبرر كون الكيزان نهبوا كتلوا سرقوا وفعلوا وفعلوا ما مبرر لك إنك تجي تنشر لنا العقائد الكفرية الباطلة العاطلة الشركية الإلحادية تجي تنشر لنا باسم الدين ودار تجي تنشر لنا في المنهج السوداني بتاعنا ودارنا نخليك ما بنخليك ما بنخليك عرفتها كتاب الرسالة الثانية من الإسلام والكتب دي إن شاء الله هتحفظها كويس بإذن الله كتاب تأليف محمود محمد طه عرفتها بتكلم عن الرسالة الثانية من الإسلام إنه قال الإسلام رسالتين وطبعا كتابه ده زي ما قالوا الجمهوريين هو بالنسبة للدعوة الجمهورية الكتاب الأم عرفتها كتاب أم وأم غير شك أم ذاتها بتعمل عماية المكويس المهم هنا قال وما أريد في هذه المقدمة إلى شيء من تفصيل يتناول مواضيع الكتاب المختلفة وإنما أريد بها إلى تقرير أمر يهمني تقرير بادي أذيبت يعني قال ده رغل لكم مسألة مهمة ده محمود محمد طه شيخ القرأي يا سيلك رفتها قال وذلك أن الإسلام رسالتان رسالة أولى قامت على فروع القرآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته بمكانته العظيم عند الله ربنا ما ادعو أصول القرآن ادعو الفروع يا أخي أنا ما بكبل بكلام زي ده يجي يقول لي هاك ده المسألتين في حاجة أصلية وحاجة فرعية بتقبل يا تفين ما في عاقل ذاته بفكر طوالب شيء الأصلية عرفتها ده قال ربنا الحكيم العظيم اختار للأمة المحمدية وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم اختار له الفروع الشيء الانصرافي وخلى الأصول والحاجات المهمة والسمحة خزن له ناس القرأي ومحمود محمد طه دين لم يبلغ أن يصل إلى أصله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووصل إليه القرأي وأعوانه ليس هذا دين الإسلام الذي نعرفه باختصار بس طيب قال ورسالة تانية تقوم على أصوله ولقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها داري مهد لك عشان يقول لك أنا رجلها الرسالة التانية زي ما حورك بالصفحة وبالكتاب بعدتاني بعدتاني أيزوا الدائر الحق بلقوا بإذن الله دي كتب الجمهورين اشتريناها من معرض الخرطوم الدول الكتاب الفات قبل شهور لما نجمهورين ذاتهم باعوا الكتب دي واشتروا بيها ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون طيب الصفحة رقم حداشر بعد ما وراك إنه النبي صلى الله عليه وسلم كاتل المشركين ومرقوا من مكة وهاجر للمدينة ويعني عمه دافع عنه ويعني المشركون اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وحصلت يعني الحروب العظيمة قال ده كله كان في الفرق كله كان في الفرق عرفته طيب قال قام سأل سؤال محمود محمد طه وورط معه بالسؤال لجمهورين تقدر تناظر تقدر تدافع عنه يا سلك طيب قال من رسول الرسالة الثانية صفحة حداشر عرفتها اتوردتوا انتوا كتبتوا لينا كتب كتبوا شيوخكم وانتوا بتنشروا فيها وانتوا قالوا إن نشر هذا معنا نشر للفكر الجمهوري لكن كذا انتوا وثقتوا لينا روحكم شأنكشفكم لعقلاء الناس والناس تعرف حقائكم المرة اللي اتخدعوا بيها فوقكم يا أخي بدل ما تجي تنشر لي كلامك ده تأصل لي في الكتب بتاعتك واتب لي ربنا سبحانه وتعالى تجي تحارب لي كورونا دي يا أخي حاربوا كورونا بيقت خلاس على المناهج نحن لو ما دخلتوا لينا المنهج بتاع محمود محمد طاها سوداننا ما بتقدم والله يا سودانين أبشروا بالجوع وأبشروا بقلة المواد البترولية وبالضيق وبي يعني شدة المؤونة وبعدم الاستقرار وعدم الأمن وعدم الوصول إلى خير أبدا ما دام إنه الحرية والتغيير والعلمانين بيقدموا لنا نموذج بتاع دولة دينية هذه حقات محمود محمد طاها دي الدولة بتاعة الحرية والتغيير ودي الدولة حقات العلمانين ودى النموذج حقه وما دارين يجيبوا لنا قال من رسول الرسالة الثانية قال هو رجل آتاه الله الفهم عنه من القرآن وأذن له في الكلام طيب نشوفه صفحة 17 من الرسالة الثانية اللي عنده فهم رفتها وأذن له في الكلام طبعا أذن له في الكلام معنا ربنا أذن له وطبعا الإذن ده بيوحي ربنا قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أنت يا محمود محمد طاها الوحي والإذن من الله جاك بيأتوه طريقة من الطرق دي ربنا كلمك رسل لك كتاب رسل لك رسول طيب قال من رسول الرسالة الثانية قال هو رجل ربنا أده فهم طيب نشوفه منه قال إن محمدا رسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية برضو الزول يقول لك ها هنا ما قال رسول الرسالة الثانية لا أسمع الكلام جاي قال وهو قد فصل الرسالة الأولى تفصيلا وأجمل الرسالة الثانية إجمالا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الثانية كتم كتم وعائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب عرفتها كذاب محمود محمد طاها وده شيخ القرائي شيخ كذاب طيب قالوا لا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا للقرآن قال وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء إن هذا الكتاب يهدي الطريق ولكنه لا يمكن من نفسه إلا الذين يقبلون عليه بأذهان مفتوحة يعني رسول الرسالة الثانية هو منه هو محمود محمد طاها دد بلفه يدور القراء والعرية والتغيير والعلمانين المعاهم ودارين يشيلوا بتاع المنهج بتاع الكيزان بتاع الخوارج الباطل الفوق العلمانية بتاع الكيزان وجايك إن شاء الله والفوق إنه تسمع موسيقى عادي ولا عنده مشكلة في المواطنة ولا عنده مشكلة في إنه غير المسلم يبقى حاكم ما عنده مشكلة في ده كله بوافق العلمانين هم دارين يشيلوا المنهج بتاع الكيزان الباطل ده ويدقلوا منهج محمود محمد طاها الأبطل منه عرفته؟ هنا أديه كلام عجيب وكلام غريب وكلام يعني فيه طعن في الدين وكفر واضح في كتاب محمود محمد طاها ونحن نختم به وده إن شاء الله حتكون رسالة للنازل بإذن الله صفحة تزعين صفحة تزعين من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام والله يكفي عنوان الكتاب ده لبيان إنه الزلد ما عنده أي علاقة مع الدين ونحن ما كفرنا محمود محمد طاها كفروا العلماء الكانوا في عصره بالاتفاق بالاتفاق زول كفروا بالاتفاق غير محمود محمد طاها ده غايته أنا ما بعرف في السودان ده كفروا بالاتفاق حتى الأزهر كفروا عرفته؟ شيخك ده مشلت من أي محلزاته طيب هنا قال هنا العبد قال بيعبد الله ويسجد القلب إلى الأبد بوسيد أول منازل عبودية صفحة تزعين فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله وده كفر لأنه ربنا بيت تفضل لو دخلك الجنة بالتفضل مش معاوضة لأنه ما دقيق ما دقيق عملك ده ما زي الدقيق أنت عندك دقيق ودهك عنده قروش جيب قروش أدقي دقيق قروشك كم؟ تزعين جنيه عندك كيلو أكتر في أكتر أقل في أقل لا وإنما محدد تفضل من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل عرفتها؟ قال فيكون حيا حياة الله وكذاب هسي الآن ميت ربنا بموت ويربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت من هجك ده؟ أبطل من أن يحتاج إلى إبطال والله يشافعه سغير من أولادنا بفضل الله بنجمك شكذا أنت ما قادر على المناظرة بس من بعيد لبعيد لأنه لو جيد في المناظرة والله نفجخك في جيخة الطماطب والله نفرج فيك الخلق ونوري الدعايات اللي كان بعملها العلمانيين لك أنت والقراي وزول ده دكتور وزول ده قرأ في ألمانيا وقرأ عنده مين ومين ومين نوري أنه دكتور تقدي أو الدكتورة حق تقدي والله لا تساوي بصلة بصلة ما تساوي وإنت ما تحتاج أو ما تستحق إنك يمسكوك والله جردل بتاع موية تشيل تغرف موية وتسقبها الناس القاعدين في بخت الرضا مش أنت تبقى الرئيس عليهم لأن الناس أفاضل يا أخي نحسبهم والله حسيبهم ناس في بخت الرضا ناس أسازة وعندهم خبرات والجماعة ده يلجوا عشان يشوتوهم برة عشان يجي يمكنوا للقراي عشان يتمكنوا من تغيير المناهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكنهم وأن يخزيهم وأن يرينا فيهم آيات عرفت قال فيكون حيا حياة الله دلعب الخلق والله قال بعد شيء يعبد الله لغاية ما يبقى حي زي الله عرفت قال فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرة قدرة الله ويكون الله والله لا بتقدر تحيح حياة الله ولا بتقدر تبقى قادر قدرة الله يا أخي أنت ما قادر تغير المناهج صح؟ بيتلاوي بيجاي دي قدرة الله ولا بتقدر تريد إرادة الله ولا تقدر على قدرة الله ولا علم الله ولا حياة الله علم الله لأنه ده جاهل يا أخو الله أنت علم نملة أو أقل لا تسوى خليك من تعلم علم الله قال في الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة قال النفس هنا آدم لا قال النفس هي الله وخلق منها زوجها رفتا قال وزوجها هنا آدم شوف الزول ده أسيد ده عالم شونه ده وهل ده يستحق يا أخوان يكون قائد لخيرة من الناس من أبناء السودان القلوب نحسبهم حريصة على السودان والمناهج في السودان ده يبقى رئيس عليهم رفتا قال ويكون الله العبد الضعيف الفقير يكون الله ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبهك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ده ربنا سبحانه وتعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد هل الإنسان بيقدر على هذا؟ ربنا قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه؟ فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وآيات كثيرة وعظيمة ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون انت احرص على الدين تماما عندك اي حرص على الدين دار تدخل المنهج بتاعك انت وده يا سلك ده يهو ذات الشغل بتاع الانحياز الانت بتكذب وبتقول ان احنا ما شغال فوق وده ذات الشغل البكرس للتفرقة وبكرس للمصادمات وبكرس للمشاكل والفتن والقلاقل والطائفية الانتو الآن بتحاولوا تأججوها تدعموا قلة من الناس في بلد دي السياسة بتاعة الانجليز بتاعة تفرق تسود يا سلك والله نحن نشرك في السلك نخليك معرة بدون سلك في امتى الحاصل دار تجي تنشر الباطل وتجي تقول ان احنا ما قاعدين نمايز أسه ده شغل هل انت جبت لو قلنا بكلامك ده انت دائر دولة او دائر شي يمثل الناس كلهم جيب السلفين وجيب الكيزان وجيب القراء محمود محمد طاه وجيب الصوفية وجيب دي الكلهم خلي يقعدوا والناس تتناقش بالكتاب والسنة نشوف العالى الحق منه نشوف البمثلهم شنو لكن انت دار تجي تحشر لي المناهج الباطلة والعاطلة دي ان شاء الله سلسلة اولى وتتواصل الحلقات يا سيلك رفت خليك جاهز او اختم بواحد برضو مين كده بتاع لايفات جمعهم سمينه زو الكوز قال بيرد على ناس عندهم معاو عنصريات قالوا انه نحن جدنا العباج حسب نقوله هو وفي النهاية نحن اخبار الكوز زي الاسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها فلو في ناس جابوا عنصريات فنحن بنقول لهم كلامكم ده باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر من امور الجاهلية تحت قدمي هاتين لكن الغريبة هو ذات وقع في الجاهلية وفي ما هو اسوأ من الجاهلية رفت قال قال شنو قال يا اخي قال ماتا يتشبكون اي زول بيقول ليك جدي كان العباس جدي كان فلان وفلان قال نحن جدودنا كانوا معبودين عديل قال نحن عشان حصان بس قال حكمنا البلد دي من الدلتة للخرطوم شوف العنصرية دي كيف يعني يعني في قبيلة البنت ميلا زول كوز ده استبدت بالسودانيين وحكمتهم عشان حصان حكمهم من الدلتة للخرطوم عشان حصان داري وريك انه انا لما نقوم صعب انت لما تقوم زول جاهل وقبليك كان ابو جهل بيقول بيقول نحن زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك يا اخي ما في فرح بجاهلية ولا في زول عاقل يا اخوانا بتستفزوا جاهلية لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلانا لانه يعني ظهرت الوصائد وظهر الاعلام وظهر النت وغيره يجي هنا اي واحد يجي يفرغ الكضب بتاعه في البتاعدة وينشره للناس رفتا ونحن ما عندنا معاك يعني مشكلة في دنيا نحن الجماعة للتات ما عندنا معاك مشكلة في دنيا نحن مشكلتنا معاك في الدين فاول حاجة الشيء الانت فريت منه جيت وقعت فوق ولا يرد الباطل بالباطل رفتا وانما يرد الباطل بالحق والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيعة لا ياتيني الناس يوم القيامة بأحسابهم بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا اغني عنكم من الله شيعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتخيل دي الافكار وطريقة الرد والتفكير عند السياسين بتعننا يا شعب يا سوداني رفتا طريقتهم عنصريات وجاهليات ويتو لو جدكم هنا احنا جدنا البتاع انتو لو حكمتوا بيجاي احنا الحكمنا بيجاي دا الفهم وديل الدارين يحكمونا نحنا رفتا نبي عليه الصلاة والسلام قال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد اذا انت لو جدك الناس كان بعبدوه نحن نجي نعمل له حقوق يعني ولا نديه معاشات رفتا فده كل كلام باطل يا ناس عنصريات وجاهليات الاكبر من ده انو قال اذا كان جدكم والعباس داري وررهم انو انا حاز عليانه ازول مغرور ومتكبر وازات ازول عجيب خلاص عشان كده بيجيب له بلاوي وفتلات ما انزل الله بها من سلطان قال اهانا جدكا الله ذاته والكلمة دي كفر يا اخوان الكلمة دي كفر نحن ممن نتكلم عن زل كوز ما كوز كوز يعني جاهل يعني كذاب يعني حرامي يعني يعني رفتا كلمة الكوز يعني في العموم لكن الزل دا نحن ممن نتكلم عن حكمه نحن نتكلم عن كلامه انو كلامه ده كفر بالله سبحانه وتعالى لان ربنا سبحانه وتعالى هو الصمد انت ما قريت القرآن ها دار تحزف قال دار يحزف تلاتة عشرين صورة القراء طيب لو حزفت علينا ما معناها زل نندح يجي تفسح في الناس في اولاد ما في تلاتة عشرين صورة الصغيرة دي فيها قل هو الله واحد الله واحد انا نقرر منه ولا ما نقرر منه ذاته والله يحيرتون ذاته ربنا قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد العلم قالوا لم يلد يعني ما عنده وريث لانه اي زول بيلد في واحد حيرث فربنا سبحانه وتعالى تنزه عن الولد ولم يولد وهذا يدل على الضعف لان المولود ضعيف ولم يكن له كفوا يعني مكافي ومماثل ومشابه ومناظر سبحانه وتعالى فديك المكفرية ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى فمبجوز الانسان حتى لو كان مازح او كان هازل انه يقول كلام زيدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما معاذ رضي الله عنه قال او انا لمؤاخذون بما نقول قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد والسنتهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرجل ليقول بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة دي اخواننا لا حزاب حقتنا ادى لد بتاعنا السياسة حقيننا سواء كان بيجاي علمانين او كان بيجاي جبهجية او ناطم من جبهجية او غير عرفتها ولذلك نحن دعوتنا للمسلمين انه تتمسكوا بيدينكم الصحيح القرآن يا اخا الليلة خلينا من بتاعنا الجوطة بتاعنا الدوري الليك ديل دوري بتاع الرابطة زي النسوان المطلقات ديل عرفتها شوف الكفار تيرامب وبتاع ايطاليا وبتاع اسبانيا وبتاع وين وبتاع وين والكنايس وغيرها كلهم الليلة الناس دارين يرجعوا ويتوبوا لالله عشان ربنا يرفع عنهم ده يسيب في الدين ودهك يطعم في الدين ودهك يقول يا اخي نشيل المناهج بر وده يقول ما دارين دولة دينية يتوب تتوبوا بتين بتفهموا بتين لو بيغنعكم ايات واحاديث ذكرنا لكم ولو بيغنعوكم ناس الغربي والكفار هده اللي قالوا لكم تيرامبي قال لكم وبتاع ايطاليا وغيرهم قال لكم يا ناس نحن الاسباب الارضية انتهت نحن نتوجه الى الله لتتيسر اسباب السماء هس نحن ذاته لو توجهنا الى الله سبحانه وتعالى ودعينا الله ومعانا النوعيات دي نحن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا كيف فالله المستعان وعليه التكلان نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يهدي ضال المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكفينا شر ائمة الباطل والضلال انه لي ذلك القادر عليه الى ان نلتقي ان شاء الله في مجلس اخر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة